النجف بتاع المبنى الاجتماعي القديم راح فين؟ العمال ما بتقبطش والنهار ضرباء عليها الموظفين الغلبة حقهم فين؟ اللعيبة مستحقتها ونسب عقودها فين؟ مكافأتهم فين؟ خربوها ودمروها يا جماعة خربوها ودمروها خربوها ودمروها بمعنى الكلمة اللي أنا بقولها لكم بنحاول نتصد بواكيل اللعب محمد إبراهيم الدكتور سالم محمد سالم دكتور سالم محمد سالم ده تليفونه يعني مش معقول أجيب لكم الدكتور سالم بس عاكن خاطر يحكي معاكم هذه القصة ونبدأ هذا المرسن مع بعضينا النهاردة يعني أنا بستغرب فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه يعني أنت قاعد طريق لنا مصد ساعة تدي نصايح للناس طيب يا أخي ابتأ بنفسك ابتأ بنفسك ابتأ بنفسك أيوة مالسايب أيوة طبعا يزيزو مالسايب ما فيش رقيب أصلا الوزير أصلا ما بيرقبش ماليا تنا عقول لك على حاجة قبل ما يجلنا الدكتور سالم حاجة مهمة جدا انفرجنا بيها والنهاردة بيأيدها الوطن الوزير بدل ما يدور على حق العمان والموظفين النهاردة جريدت الوطن بص جريدت الوطن كانت بايه النهاردة فشل مفاوضات وزير الشباب والرياضة اهو فشل محاولات وزير الشباب والرياضة مع الجبلاية حول مستحقات مرتضى منصور مش عايز أقول نادي الزملك طبعا أنا انفردت بيه أول واحد في مصر قلت لكم راح دواب بتوقيع محمود خالد بيقول الدولارات كذا 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 ترد عليها قال لهم مش يا مديون انتوا ماضين الليكم مديونين بـ 18 مليون جريه لما استددوا الديون اللي عليكم بيتكلموا على فلوس اهو شوف اهو النهاردة الوطن بيؤكد هذا الانفرد اللي أنا قلته من عشر تيام الوطن ناس محترمين ودايما بيجيبوها من فم الأسد أنا قلت الكلام ده من عشر تيام والنهاردة بيأييدوا كلامي في الوطن تلقى مجلس إدارة نادي الزملك خطابات من اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة تفيد برفضها منح النادي 275 ألف دولار قيمة مستحقاته والمرسلة له من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن وصوله لنصف نهاء بطولة أفريقيا وأكد مصدر من داخل البيت الأبيض أن اللجنة الخماسية بررت الرفض بوجود مديونية على الأبيض لصالح الجبالية وفشل توصاقة الدكتور أكرف وزير الشباب والرياضة في حل الأزمة وشدد المصدر أن وزير الرياضة تلقى رد نهائيا من اتحاد الكرة يفيد بأن المبلغ جرى خصمه لصالح المديونية المستحق على النادي وخروجه من خزينة الجبالية من جديد يعد اختلاسا زي ما قلت لكم عمر الجنيني ألي صراحة ده غسيل أموال واختلاس أهو ومن جريبه أوضح وزير الشباب والرياضة لرئيس الزمالك أن اللجنة الخماسية تدار بمتابعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا أستطيع الضغط عليها وردها حسم الموضوع وقتله لأنه كان نايم في حضن الوزير وبيقول له اضغط لي على عمر الجنيني وهنا لازم نحيي عمر الجنيني هنا لازم نحيي عمر الجنيني على هذا الموقف ونمسك على يديه ونمسك على يديه مؤمين أهو أنا مليش دعوة بيه ولكن أنا بتساءل رده على اللي حصل فين فلوس شيكابالا اللي دفعه من المفترض تروح للنادي البرتغال فين فلوس شيكابالا اللي من المفترض كانت تروح للنادي البرتغال عملته ايه في قصة محمد إبراهيم وفلوسه فلوس جرس فين اللي انتو تحكته على الناس وقلته أمير مرتضى طلع قال ان خسرت جرس خسر القضية وضلع الكلام قل له لا أساسا له من الصحقة وفيه جلسة استماع لجرس فين هذا الكلام كله تتحكوا على الناس نية ليه تضللوا الناس ليه تتحكوا على الناس لكن احنا مهمتنا كيف في الحقائق ونؤكد اهو حد للأستاذ هاني العودة بيقول المديونية زادت للتأخير سبعين ألف وبقت خمسمية وسبعين ألف خلي بالك عبد الناصر ربنا يمهل ولا يهمل طبعا طبعا بالفوائد وإحنا قلنا مبرح بالفوائد زنب الموظفين الغلابة زنب حسن الهلال في رأبتك يا مرتضى يا منصور حسن الهلال حسن الهلال زنبه فرأبتك في يوم من الأيام عاييجي حسن الهلال وعايقضع من سجنه وعايقض نادي الزمالك مين حسن الهلال أبناء الزمالك الشرفاء أبناء الزمالك المحترمين أبناء الزمالك الأصلة أبناء الزمالك المغلوبة على أمرهم أبناء الزمالك المفوضين أمرهم لله ومش عايزين يحتكوا بيها كاللسان الطويل أبناء الزمالك الكبار اللي رفضين يروحوا حتى القناة ضيوف فيها علشان عارفين أنه صعب التعامل مع هذا الشخص صعب التعامل مع هذا الشخص كليا وجزئيا تعالوا لكم بقى هدية النهاردة هدية النهاردة في جملة اللي احنا بنتكلم فيه كل يوم عن الهدية المرتضى منصور النهاردة هدية النهاردة لغاية ما نعمل التليفونات بتاعتنا النهاردة هدية النهاردة هدية النهاردة عن ملف محمد حنفي محمد حنفي مرتضى منصور يعرفه جدا وحبيب مرتضى جدا وكاتم أسرار اجتماعات مجلس الإدارة اللي هي بتتعامل وبتتسب مفتوحة ويتسقط فيها بتتعامل على الورق فيش اجتماعات بتتم بتتعامل على الورق وتتسب مفتوحة ويسقط فيها محمد حنفي كل اللي عايزه مرتضع كان يبقى بشكل قانوني وبقرارات مجلس إدارة محمد حنفي ده اللي ليه يوم أسود في يوم من الأيام اتعين في النادي عام 2004 بس خليك تركز عا كان احنا نعمل كتاب على الناس دية دخلت النادي حافية بتشحت ودلوقت معاهم شؤق وفلل وعربيات أحدث موديل وبيلبسوا أحدث موديلات اللبس السنين اللي بيقولوا عليها دية والحاجات دية بعد ما كانوا حافين ودعانين وولاد هير ما ملاقينش ياكلوا بص تم تعينه في النادي عام 2004 كتب لكم أو كتاب كمشرف عام في قطاع حمام السباحة براتب 800 جنيه اسمع بس القصة قبل أن يصل راتبه الآن إلى عشرة آلاف جنيه يا بختك فين العامل الغلبان اسمع يا موظف يا غلبان ياللي متكل حقك في النادي اسمع يا عامل يا غلبان ياللي ما رضيش يقبضك من ثلاث شهور اسمع يا 680 واحد محترم منحكم من الدخول ومش راضي يدخلكم من 800 جنيه إلى 10 تلاف جنيه في عهد مرتضى منصور قفز من 800 إلى 10 تلاف جنيه لدرجة أن أقرب الناس للأخ محمد حنفي أطلقوا عليه لقب الهلال والنجمة عارفين أنتو الهلال والنجمة بتوع المأشات نظرا أو إشارة للمأشة والجروف اللي كان يستخدمهم أثناء عمله في قطاع حمام السباحة يعني الاسم الحرك بتاعه في الزمالك الهلال والنجمة يعني المأشة والجروف 800 جنيه واحد بمأشة وجروف يتحول ل10 تلاف جنيه توفرت فيه الشروع لإرضاء سيده فخلاب 10 تلاف جنيه من 800 جنيه في عهد الأستاذ ممدوع عباس رئيس النادي الأسبق نقلوا للعمل كساعي بسطة في مكتب اللواء علاء مقلد مدير عام النادي الأزلي والدساعي بريد يودي ورأوي يجيب ورأ